النهاردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المستشارين ومسؤولي الهيئة الهندسية علشان يتابع الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية بالتعاون والتنصيق مع الجهات والوزارات الحكومية وتم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات إلى جانب مسجد مصر اللي أكبر مساجد العالم وتصميماته الهندسية الداخلية والخارجية وعرض الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي وما يضم من مقار للسفارات الأجنبية بالقاهرة والمقر الجديد الموحد للمنظمات الدولية المتواجدة في مصر وأيضا متابعة الأعمال الإنشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما فيها رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم وأكد الرئيس على تطقيق كفة الدراسات والبيانات بتطوير محور صلاح سالم نظرا لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية